بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم والدنيا بخير كل واحد قلبه اشتاء بالزيارة ويكون في حضرته قريب وكل واحد في بيته يوم عرفات دعا وترجى من ربنا يسمع دعاة ويكون مجيب رسولنا بشرنا وقال لنا هستناكم ولينا معاه ديوم المشهد المهم يا أحباب رسول الله رسولنا في انتظرنا بس يا ترى انتم جاهزين للقاء الحبيب كل واحد قلبه بيتعلق بلقاء رسول الله ولقوف بين ايديه سواء في الزيارة او لقاء الختام عند الحوض لازم يستعد للقاء ومقابلة سيد البشر اجمعين عن شرف لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وازاي نستعد لي وحده هيكون كلامنا ان شاء الله النهاردة مع فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرزق وعضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف وان شاء الله في انتظار تليفونات حضرتكم واسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم كل عام وحضرتك بألف خير الحمد لله على السلامة حجة مقبولة بإذن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام وحضرتك وجميع المشاهدين بخير وسعادة ويرب يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال ويكتب لنا ولكم جميعا الزيارة ويكتب لنا ولكم جميعا الحج والعمرة ويجمعنا على عرفات ويغفر لنا الزنوب والسيئات ويرفع لنا المكان نتودى رجال أمين يا رب لما بنبقى رايحين نقابل حد مهم بالنسبة لنا أو حد عزيز علينا أو حد بنحبه بيبقى عندنا استعدادات كتير قوي من قبلها ونقعد من قبلها بيوم نجهز احنا هنلبس ايه طب شكلنا هيبقى عامل ازاي طب عايزين نكون في اكمل صورة طب احنا هنقابله ازاي أو منتظرين يستقبلنا زاي من تفاصيل كتير قوي لكن لما نكون في لقاء الحبيب عليها أفضل الصلاة والسلام إيه اللي استعدادات بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد الرسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعده نزهة النفس فسحة الروح فرحة القلب جبر الخاطر لقاء الحبيب للحبيب والواحد داخل على مدينة سيدنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيستشعر بأشواق عجيبة ويستشعر بأنه سبحان الله كأنه فعلا ترمومتر الإيمان بيرتفع في داخلي صحيح وأشعر بأن فيه راحة في القلب وفيه طمأنينة في النفس وفيه سكون وكأنك تريد أن تظل هنا فلا تفارق المكان ولذلك أول ما الواحد بيصل إلى الفندق أحيانا كثيرة أترك كل شيء الناس بتدور على السكن وغرفتي إيه ومكاني إيه وجناحة إيه وحنا مش خاملنا أي حاجة والشورط طلعت الأوضى ولا لا سيب كل ده ويجدد الوضوء ويجري يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخيل كده وأنا داخل من باب السلام وبمشي والناس بينها وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف الأميال وأنا على بعد خطوات كإني بجد داخل هقف قدام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فبتتنازعني مشاعر عجيبة ما بين الفرح والخجل صح الفرح بلقاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والخجل من نفسي ومن تقصيري في حقه ومن عدم استحقاقي لهذا اللقاء خايف لا يكون في حاجة مزعله مني فأنا خجلان من نفسي وطمعان في حبه وكرمه طب هو لو في حاجة مزعله مني هيتزن لي بالزيارة ممكن يأذن لك بالزيارة ويأذن الله لك بالزيارة لا مانع وليس شرط الزيارة أن أكون ملائكيا أنا بشر في الأول والآخر وما فيش حد ملائك طبعا أنا بشر في الأول والآخر ولعل هذه الزيارات تكون وسيلة لبعد عن الهفوات وتقليل السيئات لكن عمري ما أخد ختم الملائكية طبعا وبعدين أنا ماشي بتخيل الأماكن دي وأنفاس سيدنا النبي فيها وبتخيل الخطوات اللي أنا ماشيها كإني لعل رجلي تيجي مكان قدم سيدنا النبي أو مكان قدم سيدنا أبو بكر سيدنا عمر هنا تنزلت الملائكة وهنا جاء جبريل وببص على حدود المسجد النبو وفيه استوانة كده مكتب عليها حدود المسجد النبو وماشي وبستعد للقاء على شمالي شفت منبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فدخيلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصعد المنبر خطوات متئدة كلها وقار ها هو الرسول صلى الله عليه وسلم على منبره ينادي على الناس جميعا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام واصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام على شمال الإيط الروض الشريفة الله قطعة من الجنة ما على وجه الأرض روض إلا هذا المكان قصتها إيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بري روض من رياض الجنة في هذا المكان لو بصينا كده على الاستوانات اللي فيها الاستوانة يعني العمود العمود المضلع الاستوانة العمود المدور هذا أنا بتخير دلوأس أي بالضبط فهنا كان يصلي سيدنا رسول الله عليها أفضل الصلاة والسلام وهنا نزل الوحي على سيدنا رسول الله وهنا جاء جبريل وهنا نزل القرآن الكريم وهنا أعظم مكان على وجه الأرض حتى قال العلماء أعظم من الكعبة يا ها المكان الذي يضم الجسد الشريف أيها طبعا أعظم بقع على وجه الأرض فحريم بها أن تكون قطعة من الجنة ونكمل ونكمل ناخد التليفون مدام نادية مدام نادية تفضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بخير ربنا يبارك لك يا رب أمين يا رب أمين يا رب يا رب يخليك أنا بطرق عليك وعلى شيخة كل يوم والله نورتين النبي بقى تدعي النوها والأولاد نوها سبقين بعد أنك سبقين والنوها أنا مش سبقين صوت حضرتك كويس بتقولي إيه بقولك تدعي لنوها بنتي ندعي لنوها حاضر ماشي يا رب يخليك ربنا يخليك يا رب عندك أي سؤال طي نشكرك يا مدام نادية دعوة حلوة ربنا يكبر خطرك وخاطر أولادك وخاطر العاملين في هذه القناة وخاطر المشاهدين والمشاهدات في مشارق الأرض ومغاربها أسأل الله أن يحقق أهما لكم وأن يستجيب دعاءكم وأن يكتب لكم الستر والصحة والنصر اللهم آمين آمين يا رب نكمل فعشان كده هي روضة من رياض الجنة لما دخلت الروضة قلت لربنا يا رب انت دخلتني الجنة في الدنيا من غير حول مني ولا قوة فلا تحرمني منها يوم القيامة من غير حول مني ولا قوة فدخيلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبعتاشر ليلة سبعتاشر يوم يصلي بجوالها بعد تحويل القبلة جنبها على طول لقيت استوانة الحرس العمود اكتب عليه استوانة الحرس فدخيلت الصحابة هم موافين يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس فصرف الحرس بعدين ببص لقيت استوانة الوفود حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستقبل الوفود وبعدين ببص لقيت استوانة استوانة المخلقة المخلقة يعني المطيبة المتعطرة حيث كان النبي يتنفل عندها يصلي الصنع عندها بعدين لقيت استوانة التهجد حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد وعندها ببص لقيت استوانة التوبة الاستوانة دي واحد من صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو لبابا الأنصاري كان عمل مخلف وخطأ فسيدنا النبي زعل منه فتاب إلى الله وجراه حرابة نفسه في العمود وقال والله ما فك نفسي إلى أن أموت أو يتوب الله علي واللي يحلني من العمود سيدنا النبي بنفسه وصدقت توبته فتاب الله عليه واللي حل منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه فسميت الاستوانة استوانة التوبة يلا بينا للقاء ناخد التليفون ونقول أستاذ محمد أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل إزاي حضرتك الحمد لله بخير أهلا بحضرتك يا بنت الغالي يا ربي يخلي ربنا يخليك ويكريمك يا ربنا ربنا يباركك تفضل مع الشيخ الدكتور أهلا بيك يا أستاذ محمد أهلا يا دكتور إزاي حضرتك الله يجبر خطرنا وخطر هنا يكريمك دنيا وآخر أهلا بيك والدتي لست مطفع ريب فكنت عايز بس عليك تشملها بدعائك لإنها شيء تتابت علينا وإخواتي كتير وأنا نفسي الحكاية مش مزدبطة معا أعني من صغير يعني أنا 62 سنة أنا حسنة شو الأوقات معا بس حسنة حياتي وقفها من هنا كانت حلينها لينا وحلمت نفسها عشان يعني كانت أم وأب من وإحنا أطفال صغيرين بنا يا الحمد مش عايز أعمل أي حاجة وبتا ربنا اكتبها لنا وقتي أنا فردين قاعدين مع بعض بس نروح حتى ندعي لها هناك ولا حاجة ربنا ينولها لنا رب إن شاء الله ربنا يكتبها لك يعني وفي وقت زميلتنا راح تعملت لها عمرة وهي هناك ولاح بيعمل على القدمة ده بس أنا عايز أعمل حاجة بحيث تنفعها في حياتها يعني الواحد كان جمعها وكل حاجة بس عصنا لما أثر ما قدرتش أخلي أخلاق يعني ما تتقلمش من المرض قاعدنا من واحد عشرين ويتعبانا والأخي ربنا رحمها فبس أعايز حركة والحمد لله ربنا حسن ختامها والناس كتير صلوا عليها وربنا كل الناس بتشكف فيها بس أنا عايز أعمل حاجة وتحت إشاف حركة وكده أنا مستاكد يا من ساعة ما توفت أنا ووقتي بنعمل اللي نقدر عليه فأنا حركة طلعت معايش دلوقتي معيني سيبت شغل ووقتي سيبت شغلها ووقتي دلوقتي طلعت معايش من الصغيرين بس فارقة نفسيا معاي قومت شوم حتى وقومت في الصلق عم ما بقيتش عارف المغرب تلاتة أو الأربعة وافضل بكل صورتها في عباس عايز حركة الله يكريمك تدعيلها بالرحمة ويعني وتقول لي أعمل إيه وبعدل الهواء حركة تقول لي أنا عايز أعمل حاجة تنفعها أنا مش ضامن أعيش عايزت حاجة تفضل زي ما يكون صدق جارية تنفعها حسنا أنا عملت حاجات للموية وعملت حاجة دان بس حاجات فتفيد بالنسبة لتربيةها لنا فالله يعلم إنشاءناك وإسترك يا رب ولو سمحت لي في حاجات كان من ناحية الدين تغسيني أنا مش هينفع أقولها على الهواء لو حرك مشكورا لأن أنا بقى لي فترة مش عارف أتصل بحرك طب ممكن أستأذن حضرتك يا أستاذ محمد تخليك معنا وترجع للكنترول ربنا يديم سيطر عليك لدنيا أمين يا رب أمين يا رب قطر خيرك أمين يا رب طيب ناخد أم حسين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل الحمد لله بخير ربنا يبارك ربنا يبارك ربنا يرضى عليكم واللي بتعملوه يا رب أمين يا رب والدكتور رمضان أنا بعزه أمين يا رب على رأسي ربنا يجبر خطرك ربنا يا ربيك ويجبر خطرك وكلك يا رب ويجبر زبط النبي تاني يا رب إن شاء الله أمين يا رب أمين يا رب معنش يا دكتور رمضان أنا أنا متطلقة وتاب أولادي وطالقي مش ردي خليها أشوفهم خالص وقال بما هو هو عليهم هم هو اللي خدهم ولا أنت اللي سبتيهم لا هو خدهم مني بعد ما عزهني 11 سنة أولادك قد إيه كهور في المدارس كبار وهو لما طلقك خدهم منك أه بقالك قد إيه ما شوفت يومش هو لما طلقك خدهم منك بقالي خمس بقالي في سنتين وطي بس صوت التليفزيون واسمعينا من التليفون ماشي يا دكتور تفضلي أخدهم مني بقالي كم سنة متطلقة وكل ما بعث له عايز أشوفهم ما بيرضاش ليه بقى مش عارف عشان أنا متطلقت يعني وسبتهم واتجودت آه طيب حاضر بعد ما تعزبت معه أو يا دكتورة والله العظيمة 11 سنة وأنا شايف الزلي معه ومعه أهله وللوقتي أسع يلا علي هو خده منك لما انت جاوزتي قبل كذا كنسيبهم لك أيها دكتورة حاضر حاضر طب أينا يا محسين طيب نجاب أستاذ محمد الأول وربنا يرحم والدته يا ربه ويجعل تعبها في ميزان حسنتها إن شاء الله ويصبره والله نموذك طيب الأستاذ محمد آه وبره بأمه ودموعه الغالية عليها طبعا وتقديره ليها ده شيء مشرف جدا جدا طبعا لأننا في زمن بقى الاعتراف بالجميل نادر والوفاء بقى عملة نادرة آه للأسف يعني آه فدا شيء مشرف النموذك ده نموذك حلو قوي الأمر التاني أنك ما تزعلش على والدتك كل تعب تعبته يا جماعة الأم اللي بتقوم بالدورين أم وأب سواء مع أولادها أو مع أولاد أولادها هتكون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أول الداخلين إلى الجنة يعني تخيالي المشهد ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي سيدنا النبي خبط على الباب سيدنا رضوان مالك الجنة الخازر للجنة فيقول من؟ يقول محمد فيقول بك امرت ألا افتح لي أحد من قبلك الله حرم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحرم الجنة على الأمم حتى تدخلها أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول رجلة هتطأ الجنة رجلة سيدنا رسول الله صلى الله عليه أحدّى públic معاه مين؟ معاه كل واحدة ستة قامت بالدورين يعني بقت أب وأم وشالة المسؤولية تحملت المسؤولية سواء كان الأب متوفى أو الأب تارك موجود وسيبهم بالضبط لأنه الضورين واحد بل بالعكس المتوفى أهوى ألما من الموجود لانقطاع الأمل ولوجود الأمل هنا فهي تقوم بالضورين وتأخذ الأجر كاملا وتأخذ الأجر عظيم جدا وتدخل الجنة بإذن الله مع أول الداخلين وتكون رفيقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة فسيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم يقول لنا هي أول من تطأ قدمها الجنة مع سيدنا النبي فما بيضعش له الأمر اللي بعد كده إحنا بندعي لها أن ربنا سبحانه وتعالى يدخلها الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب وأجعل مأواها الفردوسة الأعلى من الجنة طب السؤال الجميل أوي أوي ما الذي يصل إلى الميت بعد موته؟ تمام؟ يعني إيه اللي ينفع الميت بعد موته؟ وهل الإبن أو البنت لو كانوا مقصرين في حق الأب أو الأم أثناء الحياة يقدر يعوضوا ده بعد وفتهم؟ برافو عليك هل يقدر يعوضوا ده ولا لا؟ يقدروا طبعا بفضل الله عز وجل وهو أبقى رقم واحد الدعاء ادعوا الوالديكم أحياء وأمواتا طول الوقت وأقول لكم على حاجة مهمة جدا بعد الأب والأم ما بيموتوا الشيطان أحيانا كثيرة يأتي للإبن ويأتي للبنت ويوسوس في الأذن على بعض الأمور التي قصر فيها الأب أو الأم مثلا فضل ابن على ابن فضل بنت على بنت يعني ديقه في وقت من الأوقات أو قسى عليه في وقت من الأوقات فيعوض الشيطان يكبر ده علشان يقلل من دعاء الحي للميت اعمل العكس على طول أول ما يوسوس لك بحاجة حسيت أن فيها تقصير من والدك ليك ادعي لهم ادعي لهم هيقلل من وجود من وسوسة الشيطان لأنك بتعمل عكس إرادته يبقى رقم واحد الدعاء رقم اثنين الاستغفار استغفر لهم ربنا رقم ثلاثة الصدقات اعمل صدقات ليهم صدقات عادية صدقات جارية وخلي بالحضرتك أنا لما بعمل كده كل ده بيتشلي طبعا فيجيني من أولادي ولما بعمل صدقة على روح أبي أو أمي أنا بياخد هو الأجر كاملا وناخد الأجر كاملا وزيادة بري بوالدي كمان اللي أنا بعمله ده دليل على صلاحي أنا جاي واحد بيقول للعالم من العلماء هل أنا صالح ولا طالح أنا كويس ولا وحش فقال له أبوكم عايشين قال له لا ماتوا قال له تدعي لهم قال له نعم قال له إذا أنت صالح قال له تب من أين عرفت يا شيخ قال من حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه أفضل الصلاح إذا مات ابن أدم انقطع ملوه إلا من ثلاث صدقتين جارية علمين ينتفع به ولدين صالحين فقال للولد لما بيكسر الدعاء لوالديه بعد وفاتهما هذا دليل على صلاحه والولد هنا مش مقصود بيل زاكر هو الولد الولد طبعا كل مولود ولد سواء كان مولودا زكرا أو مولودا الأنسة وهو من باب التحفيز وإلا فالتلميذ بيدعو لأستاذه والغريب احنا بندعو لأمنا المتوفاة ونحن لا نعرفها يصل بإذن الله ورب العالمين شاء الله كمان من الأعمال التي تصل إلى الميد بعد موته تنفيذ وصياته وتنفيذ عهده وإكرام صديقه شوف والدك كان بيحب مين وحبه ده دي نقطة حلوة قوي دابر الأب بعد الأم بعد وفاته مثلا أمي كانت بتحب فلانة واحدة ستة كده من الكبار جيرانا أنا حبها أسأل عليها وطمن عليها وودها أسأل وودها وروح أبس إيديها وبس دماغها وراضيها وهديها ده بر بأمي عندك دليل عندي سيدنا عبدالله بن عمر شوف المشهد الجميل الحديث رواه الإمام الإمام مسلم فيه صحيحي سيدنا عبدالله بن عمر راكب البرزون البرزون نوع من الخيول أغلى حاجة كأنه راكب عربية مرسيدس دلوقتي تمام ولابس عمامة كده فخمة أوي ولابس جبه فخمة جدا وماشي شياكة عشان تعرفوا يا جماعة إن دينا مش دين الإهمال قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد هو ماشي بهذا الفرس الفخمة جدا وهذه السيابة الجميلة لإراج الأعرابي جاي من الصحراء فأول ما شافه استقبله وجا نازل من على الفرس وسلم عليه السلام جامد قوي حار كده جميل ثم جاء قالع العم وملبسها للراجل وقالع الجب اللي فيه جاء وجاء ملبسها للراجل وبعدين قال له اركب هذا البرزون وأعانوا حتى راكبه وقال له كل هذا لك هدية هادي البر ولا بلاش فيش حد كده يقابلني يقول يقول لي بر ببوك خد المرسيدس دي أود داله كده قال له خد البرزون ده وخد ده كذا تمام فالراجل ماشي فرحان جدا فحد بيقول له لما هذا يا ابن عمر إن الأعراب يرضون بأقل من هذا يعني أنت لو اديته مثلا العم بس كان فرح أوي الجب بس كان فرح أوي تدي له كل ده قال له إنه كان صديقا لعمر وده السر ده كان صديق أبي عمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تخلي بالك من الحديث إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه من أبر البر تحب اللي كانت بتحبها والدتك ومن أبر البر إن أنا أحب من كان يحب أبي نعم ونروح لفاصل ونرجع نكمل محاضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل مرحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا النهاردة فاضلت شيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللاجنة العليا للدعوة بالأظهر الشريف وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسلتكم فاضلت شيخ نجاوب أم حسين دلوقتي هي مطلقة جوزها من الواضح إنه كان سيبلها الولاد لحد ما هي تزوجت خد الولاد منها بس مش رازي يخليها تشوفهم شو في حضرتك هو لا يجوز للمطلقة أو المطلقة منع الأولاد يا جماعة من فضلكم أنتوا فشلتوا منتوا لتنين مع بعض أن تكونوا زوجين أنت هتنجح تبقى زوج مع واحدة تانية وهتنجح تبقى زوج مع رجل آخر لكن في الأولاد مش شرط أنك تفشل أن تكون أب ولا شرط أن تفشلي أن تكون أم خرجوا الأولاد من حساباتكم دي من أكبر الكوارث الموجودة أنك تلاقي بعض الناس يخلوا الولاد ينقلوا كلام عن الأب أو الأم وينقلوا الأخبار وكأنهم بيتجسسوا عليهم فبيضربوا الأولاد على أقبح الأمور ويبدأ الأولاد يجذبوا ويبدأ أنتوا كده بتضمروا عيالكم حرام عليكم أو يصفوا حسابتهم بالأولاد فهي عشان مثلا قصر فيه النفقة تحرموا من رؤية عياله وتقول له قدامك المحكمة لا أنت هتتحزب قدام ربنا وانت لو علشان هي مثلا تزوجت انت بتنتقم منها في عيالها ربنا هيحزبك هيحزبك على قطيعة الأرحام ده اللي بيعمل كده قاطع للرحم قاطع للرحم أم عن أولادها أو أب عن أولاده وقاطع الرحم ملعون يقول الله عز وجل فهل عسيتم انت وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم فالله يرضيكم حرام عليكم خرجوا الأولاد من حسابتكم سيب الأم تشوف أولادها سيب الأب يشوف أولاده بعيدا عن الأولاد نعم ناخد أمه شريف مشريف تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لأينا بحزي لحضراتك جدا وطمدان والله بحزيكم جدا ربنا يبارك لك يا رب تفضلي رحكت في مشوار يعني وكده وقابلت واحدة في المواصلات ولا عرفها ولا تعرفني والله بستة جديرة يعني داخلنا لي تعمل عملية كامسر وكده قالت يدعيلي فأنا من عدم أنا قاعد تدعيلها كتير جدا فأنا أحضراتك الشيخ برضو يدعيلها والناس كلها لو طمعين يدعيلها ربنا يماريك لي يا رب ربنا يماريك لي يدعيلي من ابني شريف طرفة 8 شهور النهاردة أعيز إيجاي لي بالصبر الله يرحمه يصبرك أنا مش أعيز أي حاجة غير كده شكرا لحضرتك ربنا يخليك متسكرة مشكورك يا مشريف مع ألف سلام الدنيا بخير المسميتش كويسة هي قابلت وحدة في المواصلات مبارح ستة كبيرة في السن ودخلة تعمل عملية كنسر النهاردة فقالت لها دعيلي فهي اتصلت بينا عشان حضرتك تدعي لها وتدعي برضو لأم شريف تدعي لها برضو أنه ربنا يرحم ابنها يا رب ويصبر ابنها اتعوفها من 8 شهور يا رب يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين يا رب ندعوك لكل المرضى اللهم رب الناس اذهب الباس اشفوا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك اللهم اشف كل مريض شفاء اللهم اشف كل مريض شفاء لا يغادروا سقما اللهم اشف كل مريض شفاء لا يتركوا مرضى اللهم اجبر كسرهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم اشفي مرضاهم اللهم اربط على قلوبهم اللهم حقق آمالهم اللهم استجب دعاءهم يا رب املأ قلوبهم سكينة املأ قلوبهم طمأنينة املأ جسامهم صحة وعافية واملأ بيوتهم بركة وسعادة يا رب اشفي كل مريض عافي كل مبتلى نفس هم كل مهموم فرج كارب كل مكروب اكشف غم كل مغموم سد الدين كل مدين اقضي حاجة كل محتاج يا رب اعطي كل محروم يا رب البسهم اثواب العافية وعافية الاثواب اللهم لا تحوجهم لاحد سواك اللهم امين 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 يا رب ربنا يتقبل لقاء الحبيب انا الاوان خطوت خطوات على شمالي قريب من قلبي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الترتيب كده وبزعل من اللي يقول انا زرت قبر لا المقام الرسول عليه الصلاة والسلام الرود يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفسي تتوق لروض انت ساكينه فيه العفاف وفيه الطهر والكرم انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحبك فلا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جر القلم الله الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام وقفت امامهم لقاء الحبيب بحبيبه دنبين وبين ما فيش خطوات سنتيمترات وغير بيزر في الدموع عشان هذا اللقاء ما هذه النعمة يا رب كرم اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله وقفت قدام سيدنا النبي أي صلاة والسلام فألقيت السلام وعيني الى الارض السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا خير خلق الله اشهد انك قد بلغت الرسالة وقديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك أنا آسف يا رسول الله حقك علي من اي تقصير حقك علي من بعد عن السنة حقك علي ما كنتش معاك في بيعة العقبة تقول له كذا تقول له فاتتني بيعة العقبة وبعدين قلت له فاتتني بيعة الرضوان تحت الشجرة عند صلح الحديبية لكن لن تفوتني بيعة القلب فهي آكد وأعظم أبايعك يا رسول الله بقلبي أني على العهد وأني على خطواتك أسير وأن أتأسى بك يا سيدي يا رسول الله وأن أكون كما كنت ولو قيمة تمشي على الأرض كنت قرآن كامل ماشي على الأرض مصحف كامل أنا مش أقدر هبقى وراءة مصحف أعاهدك يا سيدي على الطاعة أعاهدك على الحب أعاهدك على التعظيم أعاهدك على الإكثار من الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك الإكرار والإعتراف بالزنب والإكرار بإني هكمل على سنة الرسول علي يا أفضل السلام هذه باعة القلب باعة سيدني النبي بقلب وبجدد البيعة كل ما بروح وبطلب من ربنا يا عني طبعا طبعا ببايع بقلبي باعة القلب ما أنا فاتتني أن أنا مدي إيدي كده وأبايع سيدي في باعة العقبة كما بايعه أسيادنا الأنصار وفاتتني باعة الرضوان كما بايعه أسيادنا الصحابة سيدنا أبو باكر وسيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا لما غاب سيدنا رسول الله قال هذه هي يدي وهذه هي يد عثمان كده فأنا فاتتني البيعة دي ودي مش هتفتني باعة القلب فبايعت رسول الله بقلبي ودخلته كأنه مدي إيده لي وصافحته وتمت المبايع تمت المبايع واستأذنت وتحركت كده خطوة واحدة فلقيت صاحبه أبو بكر ابن أبي قحافة عبد الله بن عثمان السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه ودعوته حركت خطوة واحدة فلقيتني قدام فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب حاجة كده يعني يتهز ليها الكيان كله طبعا طبعا فسلمت السلام عليك يا عمر السلام عليك يا فاروق هذه الأمة السلام عليك ورحمة الله وبركاته نعم الصاحبان هما ودخالت الحجرات دي فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هنا مسكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكان هنا سيد عائشة وزوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما خركت كده من الباب الساحة دي كانت فيها دار أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد أول بيت استضاف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان السلاة والسلام الساحة الحلوة الجميلة كده اللي هي على شمالها شوية مدخل باب النساء أي دي الساحة دي اللي برة أولا تخرج من الباب على طول حاجة كده عظمة عظمة سلمت وخرجت ودعوت الله أن لا يجعل آخر عهدي بالزيارة هذا صحيح يا رب وتلوت يا رب إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معد اللهم ردني لزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرات ومرات رد جميلا أمين واجعلني من وفدك الذين أرضيت عنهم أمين يا رب أمين مشيت ونعمال أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببص حولي متخيل الأماكن اللي أنا ماشي فيها دي مشت فيها الصحابة هذا الهواء اللي حولي تنفسته الصحابة وبصيت لقيت البقية في كل صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر في كل زوجات وأمهات المؤمنين إلا السيدة خديجة في المعلاة بمكة ورحت زورتها وسلمت عليها ودعوت الله عز وجل لها فلقاء عجيب ولقاء جديد أنا هعتبر أنه الحلقة النهاردة زي درس في لقاء الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام ولو استشعرنا كل المعاني اللي فضلت الشيخ قالها وإحنا موجودين عند الرسول عليها أفضل الصلاة والسلام هتهون الدنيا بكل مشاكلها وكل ابتلاءتها وكل اللي فيها هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل كل أحوالي برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية معنا نهاردة فضلت الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العالية للدعوة بالأذر الشريف فقرتنا فقرة جمعية البر والتقوى المصرية فضلت الشيخ يمكن كان لسه فيه سؤال أستاذ محمد ربنا يرحم والدته هو بيسأل بيقول أعمل لها إيه وحضرتك قلت إن البر لا ينقطع بموت الأب والأم بالعكس هو موصول لحد آخر يوم موجوزين إحنا فيه في الدنيا وإنه أشكال البر كتير جدا من أهمها الصدقات ولو قلنا إنه في حد الفترة اللي فاتت وإحنا بنتكلم في الأعياد وكنا عملين نتكلم عن الأضاحي وبنتكلم على إنه الجمعية عاملة المبادرة بتاعة الأضاحي وإنه أي حد عايز يشارك فيها البر داخل في إنه أضحي عن أبوي أو أمي أو إني أجيب حاجة وأدبحها وأوهبها ليهم معظم أعمال الخير التي نفعلها لأنفسنا باستثناء الصلاة تصلح أن أفعلها لأبي وأمي بعد انتقالهم إلى رحمة الله فينفع أن أنا أدعو لهما وأتصدق عليهما ينفع أن أنا أطلع وأضحية لهما ينفع أن نعمل عمرة لهما ينفع أن نحج عنهما الصيام اختلف فيه العلماء بشرط إذا كانوا وصوا أو نذروا والصلاة لا فمعظم أعمال الخير اللي بتتعمل في جمعية البر والتقوى يصلح أن توهب للموتة سواء كانوا أقارب أو ليسوا أقارب أقدر أعمل لأبي أو أمي بير باسمهم أو أشترك لهم في محطة مية أو أعمل باسم والدي سقف لحد من أسيادنا الفقراء أو أعمل توصيلة مية باسم أبي وأمي أي عمل من أعمال الخير طبعا دي من الصدقات الجارية ممكن أساهم باسم أبي وأمي في مستشفى من مستشفىات جمعية البر والتقوى ممكن أساهم في بناء مسجد من المساجد كل هذه صدقات جارية لا تنقطع تصل كاملة إلى الأب والأمة بعد الوفاة ولك مثل الأجر كاملا مش هنقص من أجرك شيء يعني لو ربنا هيدي لوالدك مليون حسنة أنت تاخذ مليون حسنة زي يوم لا وزيادة أنك بار بوالديك وزيادة أنك شلت ده رصيدة عند ربنا سبحانه وتعالى بعد انتقالك إلى رحمة الله عز وجل ولادك هيعمل نفس اللي انت عملته مع والديك بروا آباءكم تبركم أبناؤكم هتعملوا مع والدك والدتك هيعملوا ولادك معك هي يقبروا الوالدين رواية وقصة يكتبها الأب يقرأها له الأبناء ده تعبير رائع صحيح يعني هي رواية أنا بكتبها بيقرأها لأولادي فإن كتبت فيها بخير وجدت الخير من أولادي إن كتب بشر يجد الشر من أولادي فمن أعظم الأعمال أنك تعمل عمل خير باسم والدك أو والدتك يمكن إحنا الفترة اللي فاتك كنا بنتكلم عن المبادرة اللي عاملها جماعة البر والتقوى المصرية ويا سقوق الأضاحي والنهاردة شفنا النتيجة بتاعتها وقد إيه ناس كتير جدا ممكن تكون شاركة وبدرة بدا وشاركة ولو حتى بجزء بسيط على قد مقدرتها لكن الناس بتبقى عايزة تشارك في أعمال الخير ولو حتى بحاجة بسيطة أو يحسب ما ربنا سبحانه وتعالى يقدرهم أجروا مساببهم إيه عن ذلك؟ الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض يقول الله عز وجل الإفلام من ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين من هم المتقون؟ خمس صفات أول ثلاثة الذين أؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فكلما أنفق الإنسان مما رزقه الله عز وجل من مال أو علم أو جاه أو معرفة أو إلى غير ذلك أنت من المتقين وأنت من الذين يرضى الله عنهم رب العالمين كمان ربنا في القرآن الكريم قال لي إن الجنيه اللي بتنفقه هيرجع لك سبعمية قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل صنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فالجنيه اللي أنا بطلعه ربنا بيشبهولي كأنها بزرة أنا ألقيتها البزرة طلعت سبعة كل واحدة طلعت مية فسبعة بمية بسبعمية ما انتهتش لا وربنا سبحانه وتعالى يضاعف أكثر وأكثر وأكثر وكمان هيرجع لك من أولادك لو انت قلق ربنا سبحانه وتعالى بيقولك كل ده هيرجع لك تهني فأولئك هم مضاعفون منزل الذي يقرض الله قردا حسنا فيضاعف منزل الذي يقرض الله قردا فيضاعفه له أضعافا كثيرا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال فالأعمال دي من أعظم ما يتقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى لأن إنفاق المال ده مقصد من مقاصد الدين إنفاق مما رزقك الله إنك تؤتي الزكاة ولذلك آيات الإعطاء والإيتاء حاضرة في كل وقت وفي كل مكان وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وآت المال على حبه ذو القربة واليتامة والمساكين فموضوع إيتاء المال ده من أكبر الأدلة على صدق الإيمان وعلى صدق اليقين بموعود الله كورب العالمين ولذلك تلاحظ حضرتك أن أكثر عمل يريد الإنسان بعد موته أن يعود إلى الدنيا الصدقة عشان يعملوا الصدقة الصدقة ليه مقدرها وقيمتها الله ينوى على ساعتك وأنفقه مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين عظم الأجر ودليل على الصلاح ونروح نشوف تقرير خاص بجماعية البر والتقوى ونرجع لحضرتكم مرة تانية بسم الله والحمد لله وكفى وصلاة وسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرفة وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم أهلا وسهلا بحضراتكم واقع عملي لعملية الذبح وعملية التقطيع وعملية التوزيع على أهل الاحتياج ومهما قلنا ومهما عدنا عمر أبدا السماع هيكون زي المشاهدة عمر أبدا ما هيرضيك إنك تسمع مهما تسمع غير إلا لما تشوف بعنيك إيه اللي بيحصل وهي دي مهمتنا إن احنا ننقل لحضرتك المشاهد الفعلية لعملية التنفيذ الأضحية علشان كده بنقول لحضرتك والكل اللي بيسمعني شارك وساهم في أفعال الخير التي تقوم عليها جمعية البر والتقى المصرية جزاهم الله خيرا وإوعى الخير يكون خارج عن حسبانك وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني الواحد لما بيشوف التقارير دي وبيشوف قد إيه فيه أعداد ولو إنه أعداد الناس اللي محتاجة ممكن تكون أضعاف أضعاف وأعداد لا تنتهي لكن على الأقل فيه مبادرة خير فيه ناس عايزة تعمل أعمال الخير وعايزة تسعى والله هو في البداية وأنا بشوف التقرير تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود في سننه لا يشكر الله من لا يشكر الناس فمن باب شكر الله عز وجل أن نوجه الشكر من جمعية البر والتقى للناس جميعا في مساهماتهم وثقتهم وأماناتهم في التعامل مع جمعية البر والتقى واللي انتوا شايفينه ده هو نتيجة عملكم انتوا إحنا مجرد همزة وصل وسعات بريد شكرا جزيلا شكرا على كل حد ساهم مع جمعية البر والتقى ووصلت مساهمته إلى أسيادنا الفقراء افراحوا باللي انتوا شايفينه افراحوا باللي بيتعمل عمل مؤسسي منظم جدا منضبط جدا واصل قوي قوي بفضل الله عز وجل لكل حد من أسيادنا المحتاجين ربنا يتقبل منا ومنكم ودايما مع بعض على طريق الخير إلى الله رب العالمين امين يا رب يتقبل مننا الكل ونروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والتقى ونرجع لحضراتكم مرة تانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احنا خلاص قربنا نوصل للفيوم يعني جزاهم الله خيرا جمعية البر والتقى عشان يوصلوا هنا للناس الأكثر احتياجا في محافظة الفيوم عشان نوصلها في المياه مجهود كبير جدا جدا الحفر نفسه والتوصيلات والوصول لأبعد الأماكن يعني طريق مش سهل بيشوف بعينه غير اللي قاعد بيتكلم كده هو قاعد يعني في رفاهية لكن بيشوف قديه المعاناة وقديه الناس عشان توصل الجمعية توصل للناس هنا بتعمل توصيلات المياه مجهود كبير جدا جدا هننزل نشوف بعينينا دلوقت أنا هنا في محافظة الفيوم جيت مع جمعية البر والتقى طبعا عايز أقول لكم الطريق والدخول هنا لأماكن النقية الأكثر احتياجا للمياه صعب جدا جدا لكن الحمد لله ربنا يجعله إن شاء الله في نزال حسناتكم لأنه هنا بيعملوا خط المياه الرئيسي وزي ما احنا شايفين فيه مجهود كبير جدا جدا جزاكم الله خيرا عن طريق البر والتقى أنتوا بتعملوا تبرعاتكم وانتوا قاعدين في مكانكم بيجي لكم حد الحد عندكم يعني ياخد منكم تبرعات عشان يوصلها للناس الأكثر احتياجا لأن المشوار صعب جدا جدا وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال واجعلنا من الماء كل شيء حي خلينا نسارع في الخيرات ويا بختكم يا بخت اللي بيسارع في الخيرات وأن ربنا يستخدمه ولا يستبدله أبدا يا رب العالمين جزاكم الله خيرا وشكرا جماعة البر والتقى على المجهود الكبير أجمل دعوة آلتها يعني الجميلة الفنانة مونة عبدالغاني اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا آمين يا رب آمين يا رب دعوة جميلة جدا جدا ربنا يتقبلها يا رب دعوة كبيرة جدا ومن مثبتات الاستخدام وعدم الاستبدال الاكثار من النفق والصدق في سبيل الله الدليل على ذلك قول الله عز وجل ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخلوا ومن يبخل فإنما يبخلوا عن نفسه والله الغني وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فإذا أردت أن ربنا يستخدمك في طاعته ويستخدمك في قبر خاطر أسيدنا الفقراء أكثر من النفقة واللي هتطلعوا هيرجع لك سبعمية من الله رب العالمين وزي ما هتنفق على الناس ينفق الله عز وجل عليك بالحديث القدسي الجليل يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يا ابن آدم أنفق ولا تخشى منذ العرش إقلاله وأنا من وجهة نظري أن الأيام القادمة أولى بالإنفق ليه؟ لأنه لما انتهت المواسم كثير من الناس خلاص وفي المواسم بيبقى الموضوع يعني أضعف أضعف والموضوع مكسة في الغفلة بقى عن الله ينور على سعادتك فبدعوا الناس نتركز أو في الفترة القادمة في الصدقات وجبر خاطر أسيدنا الفقراء لقلة من يفعل ذلك وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنك إنت لما تعبد ربنا مع قلة العابدين يكتبك الله من المهاجرين لأولها تالي لما تعبد ربنا مع قلة العابدين يكتبك الله من المهاجرين عندك دليل؟ عندي روى الإمام المسلم في صحيحي من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الهرج كهجرة إلي يعني اللي يعبد ربنا في وقت الهرج ألف لام هه ره ساكنة جيم الهرج هو شدة القتل ممكن الهرج شدة الفتن ممكن الهرج شدة الغفلة غفلة الناس وده أحد أسرار أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالعبادة في شهر شعبال مش معنى؟ الشهر يغفل الناس عنه فمن هذا الباب خلي بالكم يا جماعة دايما عقب المواسم بيحصل هبوط ضخم جدا زي الأجر والسواب لما تذكر ربنا سبحانه وتعالى في وقت الانشغال ووقت الأسواق الله ينور عليك فتذكر ربنا وسط الغافلين تصوم وسط المفطرين تطيع وسط العاصين أجرك أضعاف أضعاف مضاعفة عند رب العالمين والله دي نقطة تنفع من المأسورة جبا فعلا لأنه ده واقع أهنا بنعيش وكل سنة هبوط رهيب بعد رمضان في العبادة والصدقاء في الاتنين دين ودونيا تلاقي الناس بتهبط في العبادة تهبط في الصدقاء وكأنه الموقع الوقت خلص لا يا جماعة الوقت لم ينتهي أبدا وكل العبادات متاحة وأسأل الله اللي يتقبل منا ومنكم آمين يا ربنا يتقبل مني نورتين يا فضل تشير بشكر حضراتكم مشاهدينا ولو عشتوا كالي عمر أشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله السلام عليكم